بالحديث دكتور عن مشاركة الأردن عالميا نتحدث عن مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا في القمة العالمية للإعاقة حدثني أكثر عن هذه القمة وأبرز ما جاء مشاركة جلالة الملك في هذه القمة بالنسبة لنا كمؤسسة وكمجتمع أشخاص ذوي إعاقة له دلالة عظيمة جدا لأنه يعطي مؤشرا ويبعث برسالة في منتهى القوة بأن قضايا الإعاقة هي على أعلى سلم الأولويات الإرادة السياسية بأعلى مستوياتها في الدولة ممثلة بجلالة الملك داعمة بشكل مطلق لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ما تناولته كلمة جلالة الملك في أعمال افتتاح المؤتمر كان غاية في الأهمية وله دلالات عظيمة لأنه جلالة الملك تحدث عن ضرورة الدمج تحدث عن ما أحرزنا من تقدم بالتشريعات وضرورة تطبيقها تحدث عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحدث جلالته عن أثر ما تركته الجائحة من أثر على الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة كل هذه الدلالات والرسائل التي جاءت في كلمة جلالة الملك نعتقد بأنها توجيه ملكي واضح للداخل قبل الخارج بأن قضايا الإعاقة هي قضايا يجب أن تظل حاضرة على أجندة أعمال كافة الجهات الحكومية